بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الدرس الثالث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصدره رب العالمين وسلم وبرك على العالمين المصدره رب العالمين وسلم وبركاراته اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين بسم الله وسلم على نبيه ورحمة الله على آله وأصحابه ومجمعين بهذا الحديث من امرأة بغية يعني زابعة البغية هي الزابعة قال تعالى ولا تفهوا فتياتكم على البغاء يعني على الزنة لن أردنا تحصن وهذه المرأة بني إسرائيل من كان قبلنا والنبي صلى الله عليه وسلم أحياناً يحدث عن بني إسرائيل بما فيه عبرة وعظة لنا وهذه المرأة كانت تغارس الزنا وهو كبيرة من كباعي الزنوب وباحشة وساء سبيلا فهي تمارس خطيئة كبيرة والعياذ بالله ولكنها كانت لبعض الأيام تسير في قريب فأدركها العقش فنزلت في بئر لتشرب منه شربت وصعدت من البئر فلما خرجت من البئر رأت كلبا يلهث من شدة العطش رواية يأكل الثرى من شدة العطش فرحمته رحمت هذه البهيرة فنزلت في بئر مرة ثانية ونزعت موقها وهو ما تلبسه على الرجل الموق ما يلبسه على الرجل خف الموق هو الخف للي يلبس على الرجل فنزعته لأن ما معها تربع به الماء فنزعت موقها من رجلها وملأته ماء وأمستته في فمها ثم صعدت البئر فسقط الكلب فشكر الله لها ذلك هذا الإحسان شكر الله لها هذا الإحسان إلى هذه البحيرة فغفر لها غفر لها هذه الخطيئة فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة فيه فضل الإحسان إلى البهايم فيه فضل الإحسان إلى البهايم وأن الإنسان يحسم إليها بإطعامها وسقيها وما تحتاج إليه وعلى العكس الإساءة إلى البهايم هذا سيأتي بالحديث الذي بعده ففيه فضل الإحسان إلى البهايم بما تحتاج إليه وفيه فضل سقي الماء للعطشان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سقى مسلما على ضمع سقاه الله بيوضى القيامة من الرحيد المخطوم وكذلك البهايم وفيه في هذا الحديث سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وأنه يغفر الذنوب ولو كانت كبايا إذا كانت دون الشرك قال تعالى إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك يعني ما دون الشرك يغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذه أمرأة تُمارس كبيرة أبيحة من جبائل الدنوب فغفر الله له وهذا فيه ند على الخوارج الذين يرون أن متكب الكبيرة يخرج من الإسلام ويغفر ويغفر بذلك هذا مذهب والمتزل يقولون يخرج من الإسلام ولا يغفر بالكبر ويكون في المنزلة بين المنزلتين ويكون في المنزلتين ويكون في المنزلتين ويكون في المنزلتين ينقص إيمانه بالدنوب كما أنه يزيد إيمانه بالطاعات الإيمان يزيد وينقص ولا يزول بالمعاصي وإن كانت كبير لكنها تنقص الإيمان لغفر الله لها وهذا الحديث أصل من مصول للسنة والجماعة في هذه المسألة وهي مسألة مرسك الخبيرة وأن الله يغفر له إذا شاء سبحانه وتعالى وفيه أن الحسنات يفهم السيئات آلهم رأت الأخسنة إلى آلهم بهيرا وشقتها على عطش فأذهب الله عنها هذه السيئة القبيحة بسبب الحسنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأتبع السيئة الحسنة تبحها أتبع السيئة الحسنة تبحها الله الله يقول أقم الصلاة فرغب إنها وزول من الليل إن الحسنات يذهب بسريات ذلك ذكرى للذاكرين وقد سأل الصحابة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا في هذه البهائم أجر قال في كل كبد رقبة أجر يعني سواء كانت الكبد الرقبة من العادميين أو من البهائم نعم وقال نفرت النار وعند رسول مجلتها لذي أرقبتها ونالذي وصلتها ذا ملق خشاش لأ قال الحديث هذا على عكس الحديث الذي قبله امرأة أساءت أساءت إلى حيوان كان عندها هرة حبستها عن الخروج وعن طلب العزق ولم تؤمن لم تؤمن لها ما يبقي عليها حياتها حبستها بدون شيء حتى هلكت هذه هذه جريمة وإساءة إلى هذا المخلوق فدخلت النار دخلت النار بسبب ذلك بسبب هذه السيئة وليس وليس معنى ذلك أنها كفرت قد يدخل النار من هو مؤمن بمعاصي لكان عنده ذنوب فإنه يدخل النار وإن كان مؤمنا وإن كان موحدا يدخل النار لكنه لا يقلد فيها يعذب فيها ما شاء الله ثم يخرج منه لا يقلد فيها إلا الكفار دخلت النار امرأة في هره كيف دخلت مثل ما سبق دخل النار رجل في ذباب ودخل الجنة رجل في ذباب أي بسبب دخلت النار امرأة في هره أي بسبب هره حبست ولم تؤمن لأما ما يكفيها من الطعام والشراب حتى ماتت فدل هذا على أن من أساء إلى البهاين أنه يواخذ وأن عليه هذا الوعيد ولا يقول الإنسان هذه بهاين ما لها قيمة هذه هرة ما لها قيمة هذا كنب ما لها قيمة لا هذا مخلوق والمخلوقات الله عز وجل يقسم إليه ولا يساء إليه والظلم قبيح مع البهاين مع البهاين ومع غيرها وفيه دليل على أنه يجوز حبس البهاين بشرط أن يؤمن بها فهذه المرأة لو أمنت لا ما ينفيها لما دخلت النار فدل على أن يجوز أن الإنسان يحبس الطيور يحبس البهاين ولكن بشرط أن يؤمن معيشتها وشرابها ولا يعبرها للخطر قال الزهري نعم محمد بن شهاد الزهري الإمام الجليل نعم قال الزهري لعلا يتمن وعلا يجعز لأن لا يتكل أحد يعني قصة الهرة لأن لا يتكل أحد على عمله بل يخاف من الذنوب وإن كان مؤمنا فهذه امرأة مؤمنة دخلت النار فلا يأمن المؤمن ويتكل على عمله بل يخاف أن يدخل النار ولا يأس أحد هذه امرأة بغل ترتكم كبيرا من كبائل الدنوب فلا يأس المذرب من رحمة الله عز وجل بل يتوب إلى الله ويتوب الله عليه هذا تعالى قل يا عبادي الذين أسربوا على أنسهم لا تقلقوا من رحمة الله فحديث الهرة فيه أنه لا يتكل المؤمن على عمله بل يخاف من العقوب بل يخاف من النار ولا يزكي نفسه وحديث البغي يدل على أن المسلم لا يقنط من رحمة الله مهما بلغت ينوبه إذا تاب إلى الله تاب الله عليه ومع مسألة الخوف والرجاء هذه من أصول الإيمان والخوف والرجاء من أعظم أنواع العبادة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون لنا رغبا ورهبا رغبا هل رجاء ورهبا هل خوف يجمعون بين الخوف والرجاء لا يخافون فقط ولا يرجون فقط وإنما يجمعون بينهما فإذا قرأت الحديثين تبين لك هذا تبين لك جانب الخوف والرجاء نعم وعجب ربنا عجب ربنا من ومن نقار الامر لجمة السلاسب ومو الرحمن والمقار ونعم عجب ربنا أن في إفلاف العجر لله عز وجل أن الله يعجب صفة من صفة في سبحان كما يليق بجلاله ليس مثل عجب المخلوق وإنما هو عجب خاص لله سبحانه وتعالى كسائل صفاتي عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسة كيف ذلك يؤسرون في الجهاد كفار كفار يؤسرون في الجهاد بسبيل الله يأسرهم المسلمون بالسلاسة ثم يسلمون يكون هذا الأسر سببا لإسلامهم فينكلون الجنة فكان أسرهم نصلحا لهم هذا من العجائب هل أحد لا يريد الجنة ما أحد لا يريد الجنة ولكن إذا كان الإنسان لم يعمل عملا يوهله لدخول الجنة فإنه لا يدخلها الكافر لا يدخل الجنة ولكن إذا أراد الله له السعادة فإنه قد يدخل الجنة بسبب يكرهه بسبب يكرهه فهو يكره الأسر ولكنه صار سببا في سعادته أسره المسلمون بالسلاسة ثم إنه تاب وأسلم بسبب الأسر دخل الجنة هذا من العجب هذا من العجب عجب ربنا سبحانه وتعالى من قوم يخادون في الجنة بالسلاسة فهذا فيه إثبات العجب لله سبحانه وتعالى كما يليه بجلاله وفيه أن الإنسان قد يكره شيئا ويكون خيرا له وقد يحب شيئا ويكون شرا له كتب عليكم البتال وهو كرء له وعسى أن تكره شيئا وهو خير له وعسى أن تحب شيئا وهو شرء له والله يعلم وأنتم لا تعلمون الجهاد في سبيل الله شرع لغاية عظيمة ويأخراج الناس من الكبر إلى الإيمان وإن قالوا من النار إلى الجنة ولم يفرع الجهاد في الإسلام من أجل قتل الناس سفك دمائهم ومن أجل أخذ أموالهم وسفك أموالهم والاستيلة على بلادهم لم يفرع الجهاد في الإسلام من هذه ذاته إنما شرع الجهاد لغاية عظيمة وهي إخراج الناس من النار إلى الجنة ولو بالسلاسل هذا غاية الجهاد في سبيل الله فهو من مصلحة من مصلحة الناس المؤمن ينال به الأجر والثواب والشهادة والكائر أن يكون سبباً في دخوله في الإسلام وإخراجه من الكبر إلى الإيمان نعم وعن أبيه موسى يسعني يرضي الله وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحد من أصبر على لم يسمعهم من الله فإن جعون له الولد ثم لعديهم ويرجفهم وآمن وفارين يدعون يدعون هذا فيه أن الله سبحانه وتعالى يصبر على أدى عباده يصبر على أدى عباده والصبر معنى حبس النفس الصبر في الأصل وفي اللغة الحبس فالله جل وعلا يصبر على أدى عباده فلا يعاجلهم بالعقوب وإذا ما يؤخرهم ويتأنى بهم سبحانه فإن تاب تاب الله عليه أخرهم من باب الإحسان إليهم وإعطائهم الفرصة للتوبة والمراجعة فلا يعاجلهم بالعقوبة فهذا الحديث فيه وصف الله بالصبر أنه سبحانه وتعالى يصبر ومن أسمائه الصبر الصبر شديد الصبر كثير الصبر ومما يدل على صبره سبحانه أن الناس أن الناس يسبونه يتأذى لأفعالي رباده قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنه والله في الدنيا ولا الله يتأذى وفي الحديث الصحيح يؤذيني ابن آدم يسب الدار وآنا الدهر مقلب الليلة والنار الله يتأذى يفعالي عباده لكنه لا يتمر لا تضره المعاصي وإن كان يتأذى بها إلا أنها لا تضر سبحانه وتعالى إن الذين كبروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم لن يضر الله شيئا الله لا يضره أحد ولا تضره المعاصي إنما تضر المعاصي منفع لها تضر صاحبها كما عند الطاعات لا تنفعه سبحانه وإنما تنفع صاحبها فالضرر بالمعاصي والنفع بالطاعات راجع إلى العباد أما الله جل وعلا فإنه لا تضر معصية العاصي ولا تنفعه طاعة الطائعين لأنه غني سبحانه آني عن عباده إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حبيد يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجندكم كانوا على أكثر قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجندكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما لقص ذلك من ملكي شيئا هذا في الحديث القدسي ففي هذا الحديث أن الله يتأذى بأفعال عباده من الكفر والمعاصي وفيه أنه يصبر سبحانه وتعالى عليهم ويمهلهم ويعاملهم بالإحسان مع أنهم يعاملونهم بالإحساء وفي الحديث الآخر خير إليهم نازل وشرهم إلي صاعد تقربوا إليهم في النعم ويتبغضون أتحببوا إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي يدعون له الولد هذا من أشد الكفر الله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله منزه عن الولد لأن الولد جزء من أبيه الولد جزء من أبيه وجعلوا لهم عباده جزءا يعني نسبوا له الولد الولد والولد يشبه أبا والله جل وعلا لا شبيه له ولو كان له ولد لصار شريكا له في الملك والله منزع عن الشريك والشرك سبحانه وتعالى وأيضا الوالد يحتاج إلى الولد الوالد يحتاج إلى الولد والله جل وعلا ليس بحاجة إلى شيء له من في السماوات والأرض ليس بحاجة إلى الولد يعينه أو ينفعه ليس بحاجة إلى ذلك لكن مع هذا ينسبون عليه الولد أي أذونه بذلك سبحانه وتعالى يعني ويحبون ويحبون وأنصر 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 في الأرض نعم هذا الخديث فيه وصف الله بأنه يحب سبحانه وتعالى يحب كما قال تعالى يسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطخرين فالله جل وعلا يحب عبادهم يحب أهل الطاعف ويحب أهل الإباد فالحب صفة من صفات الله سبحانه وتعالى تليق بجلاله وليست كمحبة المخلوق فالله يحب والمخلوق يحب ولا يتشبه محبة المخلوق محبة الله سبحانه وتعالى وهذا أصبر متقرد عند أهل السنة والجمع الله جل وعلا يحب بعض عبادهم أهل الطاعات وأهل التقوى فإذا أحبهم نادى جبريل عليه السلام فقال إني أحبه ولانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحبه ولانا فأحبه فيحبه هذا السماء هذا فيه دليل على أنه يجب أن نحب من يحبه الله يجب علينا أن نحب من يحبه الله الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فنحن نحب التوابين والمتطهرين وأهل الطاع ونقض أهل الكفر وأهل المعاصي أهل من الولاء والبراء فالملائكة تحب ما يحبه الله ونحن كذلك نحب ما تحبه الله سبحانه وتعالى من الأعمال ومن الأشخاص ثم يوضع له قبول في الأرض توضع له المحبة في قلوب الناس فإذا رأيت شخصا يحبه الناس حبه أهل الخير حبه أهل الإيمان فهذا علامة أن الله قد أحبه وأحبته الملائكة وإذا رأيت شخصا يقفه أهل الدين وأهل الإيمان فهذا علامة على أن الله يقفه وأنه يقفه أهل أهل السماء نسأل الله العالم الله الله جل وعلا يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود أي محبة الطاعات وعلى جديد قبل أغضروبنا مقعين ثم قرر فسفح بحمد ربنا قبل أغضروع الشمس وقبل أغضروبنا ووام الجمع نعم هذا الحديث في أن الصحابة رضي الله وعهم كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر قمر ليلة البدر يعني ليلة التنار ليلة البدر ليلة أربع عشر أو خمس عشر يتكامل القمر لأنه يبدو هلالا ثم يكبر ولا يزال يكبر حتى يتكامل فيصير بدرا كاملا ثم يأخذوه النقص حتى يعود هلالا لآخر الشهر هذا من من عجائب الخلق الله سبحانه وتعالى والحكمة في ذلك من أجل أن يعرف الناس الحساب قد درغوا منازل لتعلموا عدد السنين والحساب نظر إلى القمر عليه الصلاة والسلام في حال تكامله وبهائه وحسنه فقال إنكم سجرون ربكم كما ترون هذا القمر القمر ليلة البدر كل الناس يرونه كل في مكان ما يحتاج تزاحمون اللي يشوفونه كل يراه وفي مكانه ويراه أهل البر وأهل البحر من غير مزاحمه فالله جل وعلا يراه المؤمنون في الجنة كما يرون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته وفي رواية لا تضامون في رؤيته عادت الناس إن كان المرعي شيئا واحدا إنهم يتزاحمون على رؤيته كل يريد أنه يرى لكن الله جل وعلا يرى بدون مزاحة كل يراه وهو في مكانه وهذا في المخلوق المخلوق كذا وهو القمر القمر مخلوق من مخلوقات الله ومع ذلك يراه الناس من غير المزاحة هذا الباب غرب المهل ليقرم للناس معرفة هذا الشيء فإذا كان المخلوق يراه الناس بدون مزاحة رؤية واضحة فإذا الرب سبحانه وتعالى يراه المؤمنون يوم القيامة من غير المزاحة وليس هذا من باب تشبيه القمر بالله بل هذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية افهموا لا يقول أحد هذا فيه تشبيه الرسول شبه القمر بالله نقول حاشا وكل الله جل وعلا لا يشبهه شيء ولكن هذا من باب غرب المهل بتشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي افهم هذا يعني هذا قد يشكل على بعض الراس ما بتشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي كما قال صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم أن لا تغلبوا أي لا يغلبكم الشيطان والنفس والأشغال الدنيوية على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة النجر وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر فافعلوا الذي يحاضب على هاتين الصلاتين في أوقاتها في أوقاتهما يحضى يوم البيانة برؤية الله سبحانه وتعالى فهتان الصلاتين لهما فضيلة على غيرهما من الصلوات الخمس قال تعالى حابضوا على الصلوات والصلاة الوسطى الصلاة الوسطى هي صلاة العصر عطف الله على الصلوات من داء العطف الخاص على العام اهتماما بها ثم قرأ قوله تعالى ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى نعم أسبح بحمد ربك أسبح يعني صل الصلاة تسمى تسبيحا قبل طلوع الشمس هذه صلاة الفجر وقبل غروبها هذه صلاة العصر وقال تعالى بسورة طاب وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الظروب هذه صلاة الفجر وصلاة العصر صلاة المجر تهاون بها الناس كثير من الناس اليوم ينامون عنها ولا يهتمون بها بعضهم لا يصليها أبدا يروح العمل ولا يصلي هذا كافر هذا كافر بالله عز وجل بعضهم يصلي إذا قام إذا قام قبل روح العمل صلاة صحيحة هذه الصلاة غير صحيحة لأنه لن يصلي الصلاة التي أمرها الله بها وإنما صلى صلاة على اختيار هو لا على اختيار الله جل وعلا هذه غير صحيحة ولا تقبل لا تقبل لأنه تعمد إخراجها عن وقفهم وإذا تعمد إخراجها عن وقف لا تقبل ولا تصح وبعضهم يخرج من العمل بعد الظهر يخرج من العمل ويتغدى ويخلي صلاة العصر ربما أنه لا يصليها أبدا وهذا كافر أو يصليها إلى استيقر بعد بعد الغروب أو وسط الليل ما تقبل منه في صلاة الله لم يشرع الله سبحانه وتعالى فلا تقبل منه فلا يجلسه التلاعب لعبادة الله وهذا يخرم من رؤية الله يوم القيامة نسأل الله العالم فهذا الحديث حديث عظيم فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة إكراما لهم ولا شيء ألذ عليهم من رؤية ربهم سبحانه وتعالى ألذ عليهم من جميع النعيم وجميع السرور الذي هم فيه رؤية الله ألذ عليهم من كل شيء ولذلك يمنحهم الله هذه الكرامة ويرونه عيانا بأبصارهم وفيه ضرب الأمثلة للأمور الغائمة بأمور محسوسة أو مشاهدة نجل تقريب نجل تقريب المعامل فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال عن الشيء الغائب بشيء حاضر محسوس لأجل تقريب المعنى للناس لألا يقول كيف يراها الجنة كلهم وهو واحد سبحانه وتعالى ما يمكن هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أمكن في المخلوق هو الغمر ألا يمكن في حق الله جل وعلا من باب من باب أولى هذا إزاحا للإشكال وإضاح بالمثال وفيه المخافضة على الصلوات الخمس لاسيما الفجر والعصر وأن ذلك سبب رؤية الله يوم القيامة وفيه أن من لم يخافض على الصلوات الخمس أنه يخرم من رؤية الله يوم القيامة نسأل الله العالم نعم وعن أبي ويلان ربي صلى الله وعن ربي صلى الله وسلم وفعل إن الله فيها وفعل عن أطعال من عاثاني وليك فقد عادتم في الخض وما تطرم إلي بشير أحرم إلي ماذا أي ما تطرم عليه وما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ولي الله عبده الذي يحبه سبحانه وتعالى تقدم لنا أن الله يوصف لأنه يحب أهل الإيمان كمن أحبه الله فهو ولي الله ولي الله يعني محبوب لله عز وجل والولاية بفتح الواو الحب وأما الولاية بكسر الواو فهي الوظيفة والإمارة ولاية يعني إمارة أو وظيفة وأما الولاية بفتح الواو فهي المحبة فولي الله هو محبوب الله جل وعلا من هو محبوب الله من هو اللي ينال هذا هذا نبينه الله في القرآن قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون منهم الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون فمن اتصف بالإيمان والتقوى فهو ولي الله سبحانه وتعالى ومن ترك الإيمان والتقوى فهو عدو الله فإذا أردت أن تكون وليا لله فكن من المؤمنين المتقين عبد الولاية دعوة فقالت اليهود والنصارى نحن نعم أبناء الله وأحباه أبناء الله ما هو الأبنى معناه الذرية لا أبناء الله يعني فقر إلى الله سبحانه وتعالى وأحباه قل هل ما يعذبكم فلما يعذبكم فلو كنتم أولياء لله ما عذبكم الله رد عليه لماذا لأنهم ليسوا بمؤمنين ولا متقين قالت اليهود والنصارى نحن أولياء الله وأحباه وأحباه قلت لما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء دعوة الولاية هذا لا لا يثبت إلا من دليل وبرهان فإن كان متقيا لله مؤمنا بالله عز وجل فهو ولي لله وأما من كان بخلاف الآل فإنه عدو لله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا يقول من عادا لوليا أي عبدا مخبوبا لمن المؤمنين المتقين فقد آذنته بالحرب فأعلمته بالحرب أن الله يحاربه جل وعلا يحاربه على عداوته الوليد وإعلان الحرب من الله سبحانه وتعالى لما يشاء من الجنود يحاربه بالأمراض يحاربه بالفقر يحاربه بموت الأحباب والأقارب يحاربه بكل المصائب يحاربه بتسليط الظلم عليه لله جلود السماوات والأرض يسلط عليه الأمراض يسلط عليه الآفاق يسلط عليه الظلم يسلط عليه كل من بالسماوات والأرض يسلط عليه الملائكة يسلط عليه الشياطين الله جل وعلا يحارب أعداءه لجنوده التي هي جنود السماوات والأرض وقد نراهم وقد لا وقد لا نراهم فالذي يعادي أولياء الله الله جل وعلا يحاربه يحاربه سبحانه وتعالى والحرب غد الوليد الحرب غد الوليد فهذا فيه أنه لا تجوز أذية أولياء الله ومعادات أولياء الله وأن من عاداهم وآداهم فإن الله ينتقب منه فهؤلاء الذين يدون المؤمنين يدون المؤمنين بالاستهزة والسخرية والتنقص يكتبون في الصحف والجرائب سخرية بأهل الإيمان وآهل الدين وأهل الحزبة والأمر بالمعروف والنائع المنكر هؤلاء يتناولهم هذا الحديث عمل صالح فإنه ينقص إلى قسمين فرائب ونواف تبدأ بالفرائب أولا ثم بعد ذلك تأتي بالنواف ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنواف تقرب إلى الله جل وعلا بوصول إليه وإلى طاعته أما الذي يعص الله فهذا يبتعد عن الله شوف تقرب هذا بالطاعت وأما المعاصي فإنه يبتعد بها عن الله سبحانه وتعالى تقرب إلي بالنواف حتى أحبه هذا فيه إثبات المحبة لله جل وعلا وأنه يحب عبده الذي يتقرب إليه بالفرائب أولا ثم بالنواف هذا يحبه الله جل وعلا فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يفسر به ويده التي يفتش بها ورجله التي يمشي بها ما معنى ذلك؟ معنى ذلك فسره بآخر الحديث إن سألني لا أعطي أنه ولا إن استعادني لا أعيدني فآخر الحديث فسر أوله فمعنى كنت سمعه إلى آخره أن الله يكون معه معية خاصة يكون معه معية خاصة والهداية ويسدده في أقواله وفي أفعاله هذا معنى كنت سمعه الذي يسمعه وليس معنى وليس معنى أن الله يختلط به في جسمه هذا مذهب الحلولية والبهائية وهذا كفر وإلحان ولكن معنى أن الله يكون معه يكون معه معية خاصة بالتوهيق والهداية والتسديد في جميع تصرفاته هذه نتيجة محبة الله له وهذا كل خاص من التقرب إلى الله بالفرائر والنواب ففيه فضل التقرب إلى الله بالفرائر والنواب ثم قال وَمَا تَرَدَّتُوا ثم قال وَمَا تَرَدَّتُوا تَرَدُّتُ بين الشيئين تَرَدُّتُ هو ما يكون بين الشيئين هل يمضي فيه أو لا يمضي فيه وَمَا تَرَدَّتُ في شيء أنا فاعله تَرَدُّتُ في قضو عبد المؤمن ما معنى هذا هل الله يتردد لا الله لا يتردد معناه ما جاء في آخر الحديث أنه يكره النور كمعنى تَرَدَّتُ يعني كرِهت معنى تَرَدَّتُ يعني كرِهتُ وما كرِهتُ شيئاً أشد من كراهتي لما يكرهه عبده المؤمن ما تَرَدَّتُ في شيئاً أي ما كرِهتُ شيئاً أشد من قبض روح عبد المؤمن يكره المؤمن الإنسان بطبيعته الإنسان بطبيعته يكره الموت حتى البهاين تكره الموت لكن لابد من الموت لابد من الموت يكره الموت وأكره مساءته شوف أكره مساءته هذا يبين يفسر قوله ما ترددتُ بقول عبد المؤمن بعض الناس يأخذ أول الحديث ويترك آخر يقول لي الله يوصف بالتردد يا أخي ما قرأت آخر الحديث ما قرأت آخر الحديث ما قرأت آخر الحديث يقول الله يحل في العبد يدخل فيه كنت سمعاً وذليتاً يقول له ما قرأت آخر الحديث لا ينسألني لا أعطي أنه ولا ينستعادني لا أعيد أنه هذا معنى ومعنى أنه يدخل في العبد هذا مذهب الحلولية ومذهب البهائية الملاحدة هذا الرسول بالنغير يتفقى في دين الله ولا يأخذ طرف الكلام يترك بقية لأن بعض يفسر بعض كلام الله يفسر بعضه بعضه كلام الرسول يفسر بعضه بعضه فإما أن يكون في آية واحدة أو في حديث واحد وإما أن يكون في آية أخرى أو في حديث آخر كلام الله أبداً يفسر بعضه بعضاً كلام الرسول يفسر بعضه بعضاً يحتاج هذا إلى فطر يحتاج إلى سعة صدق وعدم استعجال يأخذ الإنسان كلمة من الآية أو من الحديث ثم يبني عليها حفظ دون أن يستكمل الآية أو الحديث أو ينظر هل هناك آية تفسرها أو حديث تفسرها فإذا لم يجد يتوقف إذا لم يجد يتوقف معي يروح يريث بالتحكام في حق الله جل وعلا وهي ليست ثابتة في حق الله إذا ما تميّل شيء توقف حقاً حقاً بعض القراء خلاص إلى وجه الحديث يبقى عنه السلم ويقول له هذا يدم على كنا وهذا يدم على كنا ويجد ليك الحديث يقول يا أخي ما دريت الحديث ولا تفقهت في معناه ولا يتمست له التفسير من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فعليك بالتريف وعليك بتأني وعليك بسؤال أهل العلم نعم وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل مليلة إلى سماع الدنيا قيل ينفذ كل عين آخر يقول من يدعوني فأستغيق له من يسألني فأعطيه من يستغيقني فأعطيه من يستغيقني فأعطيه متفق عليه الله جل وعلا موصوف بالعلوم وكمخلوقات وموصوف بالإستواء على العرش وموصوف بأنه ينزل إلى سماع الدنيا كل هذا نثبته لله عز وجل لأنه جاء بأدلة صحيحة فنثبت لله العلم ونثبت له الإستواء على العرش ونثبت له المنزول إلى سماع الدنيا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهواء إنه إلا وحي يوحي فنحن نثبت النزول لله إلى سماع الدنيا كل ليلة كما جاء صح في الحديث ولا ندخل في تأويل أو في استنكار بل نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء ولا ندخل في الكيفية نقول كيف ينزل ما معنى ينزل يعني ينتقل من مكان إلى مكان نقول هذا ما أكل لفناك ما علينا منه ينزل كيف يشاء سبحانه وتعالى ينزل كيف يشاء ولا نفسره نقول ينزل يعني ينتقل أو أنه ينزل من أعلى إلى أسفل قل هذا لا نتعرض له هذا من الكيفية كيفية النزول لا يعلمها إلا سبحانه كالاستوى ما تقول كيف استوى تقول استوى على العرش أما كيف استوى هذا ما نوع عند ما ده لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ولما سأل رجل الإمامة مالكة ابن عنس رضي الله عنه قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى هذا السؤال القبيل كيف استوى الإمام مالك رحمه الله أخذته الرحضة يعني العرق وأطرق رأسه حياء من الله سبحانه وتعالى ثم رفع رأسه وقال يا هذا الاستوى معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بجعه السؤال عن الكيبيين لأنه يقول كيف استوى قال السؤال عنه ثم أمر به فأخرج من المجلس هكذا السلم الصالح يثبتون ما يثبته الله لنفسه على معناه الصحيح الذي جاء به ولا يتعرضون لكيفية فنحن نثبت النزول كما نثبت الاستوى والعلوم نثبت النزول كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى هل تخلو يخلو منه العرش هل هذه أسئلة باطلة لا تورد على الاستوى ما نقول هذا أبدا يقول الله أعلم كيف نزوله كما أنه أعلم كيف يستوي على على عقشه سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا هذا فيه ثبات النزول وهو متواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد كتب شيخ الإسلام رحمه الله مؤلفا مستقلا على هذا الحديث سماه شرح حديث النزول وهو موجود ومطبوع ومنتشر ولله وهو في عقيدة أهل السنة والجماعة معلوم إثبات النزول لله عز وجل كل ليلة إلى سماء فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأتوب هل من داع فأستجيب له هل من تائب فأتوب عليه ففيه فضل آخر الليل فضل ثلث الليل الآخر وأن الإنسان يقوم في هذه الفترة ويصلي ويدعو ويستغفر ويسأل الله جل وعلا ويتوف من أجل أن يناب هذه الكرامات من الله جل وعلا لا يمر عليه هذه الفترة وهو نايم بل يقوم في آخر الليل حين يبقى ثلث الليل الآخر ويتعرض لنفحات الله يسأل الله ويدعوه ويستغفره ويتوب إليه ليخضى بهذه الإجابات من الله سبحانه وتعالى أهل التأويل يؤولون هذا الحديث يقولون ينزل أمره ينزل ربنا يعني ينزل أمره إلى سماع الدنيا الله أكبر ينزل أمره الأمر يقول هل من داع فأستجيب له هل الأمر يغفر والأمر يجيب الدعاء والأمر يتوب على التاويل ما أقبح هذا التأويل ينزل أمره يعني أمره يقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأقدره هل من تايد فأتوب عليه تعالى الله عن ذلك بل الحديث واضح في أن الله ينزل سبحانه بداته لا أمره سبحانه وتعالى أمره ينزل كل وقت أمر الله ينزل إلى السماء الدنيا وإلى الأرض كل وقت مبخص بثلث الليل الآخر أيضا هل الأمر يقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأقدر له هل من تايد فأتوب عليه أين عقولهم نسأل الله العافية فالواجب علينا الإيمان بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا ندخل في الكيفية بعضهم يقول ثلث الليل يختلف باختلاف باختلاف الأقاليم وأنهم ثلث الليل واحد بالنسبة يقول يا أخي ما كلفت الله بهذه الأمور الذي خلق الليل وخلق النهار وخلق الأقاليم قادر على أن ينزل نزولا يليق بجلاله متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى ولا تدخل في هذه الأسئلة التافهة لحق الله سبحانه وتعالى الله قادر على كل شيء وهو أخبرنا أنه ينزل فنقول ينزل واختلف الليل واختلف الأقاليم واختلف هذا ما لنبي شاء الله الله قادر على كل شيء نعم نعم الجنات كثيرة الجنات كثيرة جنة عدم جنة الفردوس جنة النعيم الجنان كثيرة جنان كثيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعلاها وأعظمها الفردوس جنة الفردوس وفي الحديث إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وسقه عرش الرحمن فالجنان كثيرة وهي مخلوقة من ما شاء الله ومنها ما هو مخلوق من ذهب كله آنيته وما فيه وما هو مخلوق من ثبه آنيته وما فيه وهي جنان كثيرة للمؤمنين حسب منازلهم ينزلون في الجنان حسب منازلهم فهذا فيه إثبات الجنان وهي من أمور الآخرة ومن علم الغير الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فنؤمن بوجود الجنة وبوجود النار ونؤمن بما يكون يوم القيامة من جميع ما أخبر الله جل وعلا به وما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صح في الخبر نؤمن به وهو من أمور الغير التي لا نعلمها وإنما نؤمن بها كما جاءت لكن الشاهد منه أنه ليس بين أهل الجنة أن يروا ربهم إلا أن ينزع الحجاب فهذا فيه إثبات الرؤية كما سبق أن المؤمنين يرونهم وفيه إثبات الحجاب لله عز وجل أنه اتخذ الحجاب فإذا شاء سبحانه وتعالى نزع الحجاب فرآه المؤمنون نعم طيب نعم 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 ما أفقه على ذبح الزباب وقال ليس عندي شيء ما قام بذبح رغير الله لا يجوز قال ليس عندي شيء يعني معناه لو كان عندي شيء يدفع ووفقهم على ذلك أما الذي دخل الجنة قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله استنكر استنكر الذبح لغير الله أما ذلك ما استنكر قال ما عندي شيء أقرب نعم لواضح من الحديث نعم ألا بالحقيقة سيء الأدب نعمه جاهل بس جاهل مركب وسيء الأدب والعياب بالله يعني العلماء يقولون شيء من عندهم هذه الشروط استنبطوها من الأدلة استنبطوها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيها الجاهل ويصادرها مرة وحدة لأنه هو ما يعرف ويضمن العلماء لا يعرفون اللسان يمسك لسانه ولا يتكلم في مسائل العلم ولا يتكلم على أهل العلم عن جهل ولو قدر أنه أدرك خطأا من بعض أهل العلم فإنه يعتذب يعتذب له ولا يسيء الأدب معه في هذه الصفل وهذه الحماقة نعم أنا لو سألت هذا عن شروط الصلاة ما فهل ما عرف هل يجهل العلماء أنا لو سألت عن شروط الصلاة وعن نواقض الوضوء ما عرفها لأنه جاهل نعم هذا يمكن يقول أن شروط الصلاة ما عليها دليل ويمكن يقول نواقض الوضوء ما عليها دليل وكل شيء ما عليها دليل نعم سهل تنظر ما عليها دليل سهل أن الإنسان يقول هذا ما هو صحيح هذا ما عليها دليل أنا سهل جدا نعم من المعلم أنSpherと لا تكفر آئلة التوبة في ذهب الحديث تفر الله وماها كبيرة��أله نعم نعم اللعنسان نعم توفر بالتوبة وتفر بالعمل الصالح وأسباب تكفير المكفرات فهي رف 욕هم منها التوبة ومنها العمل الصالح ومنها دعاء المسلمين له ومنها ما يصاب به في الدنيا من العقوبات ومنها ما يعذب به في القبر ذكر العلماء المكفرات كثيرة نعم سلام عليكم الله رضي الله الشيخ ما رأيكم يقول أن نكفر بهذا الزمان إلى ما أتوقعه من الحسنات الكثيرة ومن الصلاة والرعاة إنه قد عذب الله أقول سلام ثالث ويستذكر حديثه المرأة المغيرة وإلهام من الأحاديث من إسرائيل هذا جاهل مركب المرأة البغي مهيب كافرة مهيب كافرة من قالهما كافرة مرأة البغي عاصية والعاصية تحسن شئة الله سبحانه وتعالى أنا قلتكم هذا جاهل مركب يخبط ولا يجب والعياذ بالله نعم ما رأيكم حالفين بالأمانة لا يفرز الحالف بغير الله لا بالأمانة ولا بغيره قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت نعم لا يجب شراء الصور المجسمة ولا الصور المرسومة لا يجب تداول الصور لا للكبار ولا للصغار ويشترى للصغار ألعاب غير صور ويشترى لهم ألعاب من صور الأسلحة والسيارات وغير ذلك نعم ولو تغنيت ما يجب شراء الصور المجسمة نعم المؤذي يكسر المؤذي من الكلاب يقتل إنما الممنوع قتل ما لا يؤذي منها بما يؤذي لا يجوز قتله أما إذا حصل منها أذى ولا يندفع هذا الأذى إلا بقتلها فإنها تغفر نعم سعوة الله نحن جراء قوله تعالى الله صمد قيل معناها الذي تصمد له الخلائق بحوائجها تصمد له الخلائق بحوائجها يرفعون أيديهم إليه سبحانه وتعالى ويقصدونه يقصدونه بالدعاء وقيل الصمد الذي لا جوف له كما قاله ابن عباس رضي الله عنه نعم سعوة الله ما هو قطل المؤذي في الحرم المؤذي يقتل في الحل والحرم خمس فواسط يقتلن في الحل والحرم كما في حديث الصحيح وما جائز قتلهن إلا لأذاهن فيقص عليهن كل ما يؤذي نعم ما لديه معاما بحيث في الطب السياء وما هل يخطي وفهم أن تفضل الحيوان عن ذلك إن كان قصده فهو ياتن إن كان قصد دهسه فإنه ياتن عليه التوبة والاسترها وإن كان لم يقصد فلا شيء عليه نعم أولا للحديث هذا وعيد فيه مطالع ولكن معناه صحيح إنه إنه يجب أن يكون هو الإنسان تبع لما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من الإيمان هذا من الإيمان إنه يهوى ويحب ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويكره ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من الإيمان نعم 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 يقول لي قريب النصم وأبقى ويريد الزهاب للإحالة هل يؤمن الله عنه أن يكون قديسة لعظمه في القرون وما نصر عقومه من هذا الشعب إذا كان عاقلا مختار ولا يترتب على ذهابه محاليه شرعية يتركه أهره أما إذا كان يترتب على ذهاب محاليه وترك والديه وهم احتاجان له ولم يستأذنهما فإنه تنصحونه بعدم الذهاب نعم تعذيبها لا يجبس إذا كان في منعها الطعام والشراب تعذيب لها هذا لا يجبس تطعم وتسقر نعم من أخوض بالجماعة عنه من قائد البدن نعم من أخوض بالجماعة الجماعة أصحاب السنن والمسند باسم الإمام أحمد والصحيحان السبعة نعم رواه السبعة ورواه الجماعة هالي اصطلاحات عند الحفار كل له اصطلاح نعم سبب الله سجود اصطلاوة في وطاة النجر عن الصلاة لا بس معنى الصحيح لا بس سجود التلاوة في كل وقت لأنهم لوات الأسباب سببه التلاوة فإذا جاء على آية السيدة يسجل في أي وقت لوجود السبب نعم تأمين التجاري هذا حراب الذي قصد منه الذي القصد منه التجارة هذا حراب أما التأمين التعاوني وهو الذي القصد منه عانة الملتاج ولا يعود على المتبرع شيء إلا الأجر من الله هذا التعاوني لا بس أما الذي يقصد منه أنه يعود عليه عائد مالي فهذا محرر لأنه من عكد المال بالباق تأكلوا أموال الناس إذا حصل عليك إذا حصل عليك غرامة قد تأخذ ملايين من أموال الناس وانت ما دفعت إلا إلا ألف أو مئة ريال ما الذي أباح لك هذا ما الذي أباح لك أخذ أموال الناس تأخذ مئات الأولو أو الملايين من أموال الناس وانت ما دفعت إلا مئة ريال نعم ولن لا تبحث عن هذه الأمور ماذا من ما رأيتهم ولا حضرتهم فلا تبحثهم بعد الضحاء وبعد طلوع الشمس ما كلفت في هذا فإذا علمت أنهم ما صلوا الفجر تنصحهم وتأمرهم بقضاء الصلاة وأنهم لا يعودون لمثل هذا العمل نعم ألا بهم الله وكذا تكون الضر الصفحة في السلام تشاهد الأقيم وأن ترفع مع كل دعاء الصلاة نعم ترفع من تشاهد الأول والتشاهد الأقيم عند الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وترفع عند الدعاء ترفع في موضعين عند الشهادة وعند الدعاء إشارة إلى التوحيد نعم سلام الله وليكم هل يجوز لرجال المرمين في البيت على قدام المنزل؟ لا لا يجوز قدامت المنزل أجنبية أجنبية منهم ليست من محايمة لا يجوز لتكشف أي عورة ولا يجوز أنه يخلو معها في سيارة أو في غرفة أنها أجنبية نعم لا يجوز لرجال المنزل أجنبية أنها من خارج المنزل أجنبية يعني ليست محايمة نعم هل يجوز لرجال المنزل أجنبية بالنيتين ججة أو ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما بكل مرئين ما نرى نعم إذا كان يحتاج للكرسي يصلي على الكرسي وإذا جاء السجود يسكت على الأرض يسكت على الأرض ويرجع إلى الكرسي نعم سعر الله هل من المشاة السيارة مساعة من المحل الذي يكفيه مطرد ومطرد ومطرد هل يتردد إذا قصد إذا قصد المساعة إذا قصد أنه يديروه مساعة مئة وعشرين أو فإنه مساعة أما إذا خرج ما قصد جهة ولكنه مشاة تمشار هذا ما يصير مساعة لأنه ما قصد نعم سعر الله ما للمدى خير الصلاة بعد الأداء لمدة ساعة حيث دواب يترد أرضي ثم ثلاثين في ألطان صلى في الوقت واجمع وقصر أنت مسافر صلى في أول الوقت صلى الظهر والعصر جمع تقديم أو أخر الظهر مع العصر واجمع جمع تقديم لأنك مسافر لمدة هذه المسافر أو صلى الظهر من واخر العصر لما تأصل البلد أنه مخيم نعم نعم وضرب أسلوب تربوي جاء في القرآن وفي السنة القرآن مع الزوجات النواسس قال تعالى واضربوهم وجاء في السنة ضرب الأولاد إذا تركوا الصلاة واضربوهم عليها لعشر فهو وسيلة تربوية نبوية وسيلة تربوية نبوية ولا علينا من كلام التربويين الغربيين ومن شادههم وتلقى عنه نحن نتلقى عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما نتلقى عن الأرض وعن الكفار نعم الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا على آله وصحة